السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم مع فاظمة في الفيديو نتاع اليوم سترى وصفة باتيسري بذوق الشوكولة والكريمة التي استعملتها فيه هي كريمة موس بالشوكولة البيضاء سنمر مباشرة إلى طريقة التحضير سنبدأ أولا في تحديد الجنواز بذوق الشوكولة وهذا الجنواز عندها نفس الدوق براوني بالنسبة للمكونات سنحتاج إلى 6 بيت نحتاج أيضا إلى 200 غرام مارغارين أو زبدة نحتاج إلى ملعقة كبيرة بودرة كاكاو أو شوكولة على شكل غبرة أنا استعملت الشوكولة المرة ونحتاج أيضا إلى 200 غرام شوكولة عادية إما على شكل حبيبات أو تستعمل طابلة دو شوكولة ونحتاج أيضا إلى الفارينة أو الدقيق الأبيض ونحتاج أيضا إلى سكر العادي ونحتاج أيضا إلى 200 غرام أو كوب هذا الكوب يزين 250 ملل تعمة أول حاجة سنضوب الشوكولة ونضيف لها المارغارين ونضوبها إما في حمام مائي أو في الميكروند حتى نتحصل على خالض يكون متجانس بعد تلقى كوب القليل نضيف كرسة للنزل ونضيف سكر نضيفه ثلاث كوب لصفار البيض نضيفه فوق حمام مائي نضيفه فوق النار إذا كان الماء يغلي سوف يسخن البيض نحركه حتى نرى السكر داب والخليط في هذه المرحلة نبدو نخفق هذا الخليط سوف نخفق البيض حتى نتحصل على مرنج و هذه المرحلة تقضل الاستغناء أعليها يعني لا توضعوش الإناء في حمام مائي مباشرة تخفقوهم حتى تتحصلوا على مرنج لكن سوف تستغرق بعد الوقت هنا بعد ما تحصلت المرنج كما لكم تلاحظون أنها متماسكة مليح نضيفه على جهة و نضيفه الخليط الثاني وهو صفار البيض مع كمية متبقية بالتقريب 3 كوب سوف نخلطهم جيدا حتى نتحصل على خليط كريمي أصفر فاتح اللون كما لكم تلاحظوا في الصورة هنا سكر رهداب تماما ثم نضيفه بودرة الكاكاو و نخلطه جيدا حتى نرى الخليط تجانس ثم نخلط الخليط الثاني مع المرنج خليط الشوكولة نخلطه مع المرنج جيدا حتى نتحصل على خليط يكون متجانس و عندها نفس اللون و في الأخير نضيف الفارينة أو الطاحين أو الدقيق الأبيض نخلطهم جيدا حتى نرى الخليط تجانس هذا الجنواز ستجيكم جدا لديدة و لا نستعمل السيرو هنا نضيف الفارينة أو الدقيق الأبيض و لا تريد أن تغربوهم لكي لا يكون حبيبات ثم تخلطوا كما لكم تلاحظوا في الصورة من الأسفل إلى الأعلى حتى نرى الفارينة دخلت مليح مع المكونات والعجيل نتاعنا جاهزة لكي نطيبوها هذا الجنواز مقياسة 50 سنتيمتر على 35 سنتيمتر يعني تقدروا هذه العجيلة تقسموها على زوج سنيوات صغار كما لاحظتوا هذه السنيوات التي استعملتها كبيرة من بعد هنا كما لاحظتوا نوزع العجيلة على جميع المساحة و دائما نرقزوا على الزوايا لكي وارقة الطهي تبت لكم مليح في السنيوة بعد نوزع العجيلة على جميع المساحة لكي يكون لديها نفس السمك و في نفس الوقت نسخن الفرن على درجة الحرارة العادية 180 دراجة مئوية 150 دراجة فرنهايت نضع السنيوة في وسط الفرن و مدة الطهي من 10 دقائق حتى 15 دقائق يعني مدة الطهي تكون قصيرة لان السمك انتاحه صغير و هنا يبعد ما طابت هذا الجنواز تجيها الشاكاتيلا كما هنا يضح لي فوقها تكسرت لي شوية و الان سنمر الى تحضير كريمة موس بالشوكولة البيضاء سنحتاج الى 200 غرام شوكولة البيضاء اما على شكل حبيبات او تقضوا تستعملوا انطابلات و نحتاج ايضا 50 مليلتر حليب لان الشوكولة البيضاء تدوبها تأتي سائلة اما في الميكروة او حمام مائي بعد مذابت الشوكولة سنضيفها حتى تبرد مليح و نخلطها مع كريمة شونتيية هنا كريمة شونتيية سائلة او كريمة الخفق ستعملت 250 مللتر سنخفقها جيدا حتى تتماسك مليح بعد مذابت الشوكولة البيضاء سنضيفها الشوكولة البيضاء تقدروا ايضا تدوبها مع كريمة الخفق او كريمة سائلة ثم نخلطها فقط ببطئ تقدروا في هذه المرحانة تخلطها فقط بواسطة هذه المرحانة لا يجب أن تستعملوا صرعة كبيرة لتحبطها بعدما يتجانس الخالط الكريمة جاهزة تقدروا تحضرها من قبل وتوضعها في علبة وتحتفظ بها في المبرد ونتقوم بتحضرها وستخلطها متماسكة جيدا بعدما بردت نمر السكين على جميع الحافة أو المحيط ثم نتركيب ندروه في ايطار هذا ايطار ضروري لكي يأتي الجوكولة ويأتي مثل المحلت هذا هو الايطار نقص مربعات مربعات هنا يوجد زوج مربعات كاملين وزوج مربعات مصنوعين ببقايا الجينواز وهنا كما تلاحظوا الجهة الشكاتية حتى لو كانت تكسر لكم معلش من بعد تعودوا تحطوها في هذا القالب وتعدلوها منه نفس الشيء نقطع الجهة الأخرى دائما نختاروا الجهات اللي يكونوا ملاحهم من بعد هذه البقايا صنعوا بهم مربعات بالجينواز وهذا الوصفة ايضا تصلح لكي تصنعوا قاطو براوني هنا في هذا الوصفة نقصوا 2 بيض عوض ما تديروا 6 فقط 4 بيض وحافظوا على نفس المقادير الأخرى وايضا نفس طريقة التحضير هنا نقل باش تشوفوا كيف تجي الجينواز تجي هشة كثيرا وتتكسر بسرعة يعني هذا الجينواز لا نحتاج للسيرو باش نشمخوها لأنها ستعملنا في الجينواز الشوكولة والزبدة هم اللي يخلوها من الداخل لا تجيش ناشفة بالنسبة للتركيب نفس الطريقة نقوم باستخدام نقوم باستخدام وضعه في سنيوة وضعه في سنيوة وضعه بسهولة ثم نقوم باستخدام وضعه في سنيوة مباشرة الكريمة نقوم باستخدام نقوم باستخدام نقوم باستخدام هذه الكريمة على جميع المساحة وهذه الكريمة تقدروا منها لأنها موسو الشوكولة لا تقوم باستخدام لكن تقدروا في مكانها كريمة الزبدة وضعه فقط كمية قليلة كما تعرفوا نقوم باستخدام وضعت هنا الطابقة الثانية المصنوعة بالبقايا ونضعه قليلة من الكريمة ونوضعه على جميع المساحة من بعد هنا الطابقة الثالثة المصنوعة بالبقايا نضعها ونضعها 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 في المساحة ونضعها فتاحات أو فراغات تقدروا تملؤهم بواسط اليد ونضع الكريمة ونضعها لجميع المساحة وفي الأخير نضع الطابقة الثالثة ونضع الكريمة لأن هذا القاطو تقدروا الاكتفاء بهات التزيين ووضعوا البقايا اللي تبقاونا في السنوة وتفتوهم وتفتوهم من الفوق ولا تستعملوا التزيين اللي تشوفوه معي بالشوكولة هدوهم البقايا وضعوهم في الفرن ووضعوهم فوق المساحة انتاع موس بالشوكولة من بعد القاطو ووضعتها في المجمد يجب أن يكون جامد لكي نكمل التزيين ويجب أن يكون متحوف المليح بعد مجمد ووضعتها في ظهر سنيوة لكي تسهل عليها عملية التزيين الآن نحضر القلاس هنا يراني واضع مئة غرام للشوكولة النوعية اختيارية وضعوا الشوكولة اضبت لها 50 مليلتن كريمة الطي ودوبتهم في الميكوروند تقدروا تدوبهم في حمام مائي وضعوها مباشرة فوق المساحة العروية وهنا يجب أن تسرعوا في الخدمة لأن الشوكولة ساخنة لأن الشوكولة لا تقوم بها وضعتها إلى جميع المساحة وضعتها في ماء ساخن وضعته في ماء ساخن ونشفته ومررته على جميع الحافة ونزعتها على الإطار هنا لكم الإختيار اما تضعوا القلاسات على هذا الشكل ويأتيكم مثل قطوة أوبيرا او توضعوا خطوط تستعملتها تخرج ربعة خطوط وضعت صفوف وفقية ومن بعد خطوط متقاطعة للتزيين يعني دائما التزيين يبقى اختياري تقدروا تستعملوا اي تزيين انتما لكم بغينا هنا خطوط متقاطعة يعني تزيين اخر للتغيير وتقدروا ايضا في مكان الخطوط توضعوا شوكولة تكون مبشورة ووضعوا فقط شوكولة مبشورة وهنا بواسط السكين سنعادلوا الجوانب ونقدموا القاطو على هذا الشكل تقدروا ما تعدلوش الجوانب وتخلوا القاطو كمارا وتوضعوا قليل من الكريمة في الجوانب وتوضعوا معها المكسرات اما الكوكاو او الفول السوداني يكون محمص ومطحون او اللوز محمص ومطحون ثم تقدروا القاطو قدرت باش نحمله ونوضعه في طبق التقديم هذا هو الشكل النهائي انتاعه شوفوا كيفاش يجي لا يختلف على تاع المحلات تقدروا تقدموه على الشكل كبير تقدروا هذا القاطو ايضا تقصوه الى قطع فرضية كما راكم تلاحظوا في الصورة يعني في الاول قصصتها الى 4 قطع بعد كل قطعة قصصها على اثنين باش هكا يجوكم متحوفين مليح والقاطو هنا مزارة شوية كونجلة يعني دائما كتبوا تقصوه لازم يكون كونجلة باش القطع يجوكم متحوفين مليح وده هو الشكل النهائي انتاعهم كيفاش يجو بالنسبة الملاخذة اللينا غدي نقدمها لكم في هذا الوصفة كما تعرفوا الحلويات الفرنسية تطلب تحضيرات كثيرة لذلك سهلوا على روحكم الخدمة كما الكريمة تقدروا تحضرها من قبل وتوضعها في علبة وتخلوها في المبرد وبعدها توجدوا هذا القاطو سوف توجدوا فقط الجنواز وصلنا الى نهاية الفيديو ونشاء الله يكون يعجبكم ونقولكم مع السلامة وإلى الفيديو الجاة ان شاء الله شكرا